بسم الله الرحمن الرحيم من قناة تصريح درجات احنا معانا النهاردة الدراجة الجميلة جدا جدا طبعا من شركة فيونيكس طبعا اه الدراجة دي طبعا لال تسعة عشرين زيرو خمستاشر طبعا معانا فيها تخفيض في نفس الوقت طبعا الشكل احنا طبعا هنقول لكم موصفات الدراجة والاجزاء اللي في العجلة ايه طبعا العجلة دي من العجل الجميل واحنا طبعا بنفرح من شكل فيونيكس ان تحبت تعملنا كل جديد في كل دراجة ومعانا طبعا الشكل الجدون اللي بين قدامنا ده طبعا مقاسي طبعا الجدون ده خمسة ستين سنتي اه طبعا الفرط الجدون دي طبعا متيجة من الالمونيا واحد حاجة في العجلة طبعا ان جزء شفترات طبعا مع شمانه اه طبعا شفتر اليمين ده سبع سبع زبيع وطبعا شفتر الشمال التلاتة زبيت. طبعا فيها في الجنب طبعا. وطبعا دي الرائبة الوسطينية برضو مصنوع من الالمونيا والبردو الفارغة من الالمونيا. وطبعا مميزات العجلة دي جميلة جدا جدا. واحنا في العجلة دي طبعا نزلة بنظام ساعة في رائبة الجدون. وطبعا شكلها جميل جدا جدا. طبعا الساعة طبعا شغالة. وفي نفس الوقت طبعا احنا بنشوف منظر وجمال العجلة. هنرجع بقى ننزل بقى نروح على الفورك. الفورك بها طبعا العجلة البونكسي مع المميزات الجميلة اللي فيها طبعا. النظام اللوك طبعا اللوك ده بيثبت لحركة الفورك ما يخلوهش ينزل ولا يطلع. قادر سبطه وقادر نزلوه بكل سهولة. ما قادر تحكم. فيه صلابة جدا 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 في نفس الفورك. طبعا الفورك وطبعا مصنوع من الحديد. طبعا اللوك ناحية تانية طبعا فيه كده زي النحية تانية كده ده مهم جدا جدا. طبعا فيه عجلة يبقى نظام عياءة. او النوعية دي بيزادة وفيه نظام اقرى بيخلي السبات تقيل شوية او نزول تقيل او خفيف. تقدر تتحكم. طبعا جينا عند فرامل الديسك. شكل فرامل الديسك طبعا بالاستوانة بتاعتها. طبعا دي موزئات العجلة طبعا كل العجل جي الحديث اللي نازل بنظام فرامل الديسك. والطارة طبعا مصنوع من الامونيا نص هارمية. وفيه طبعا الفسفور اللازق الفسفور لهم عمليون الجودة رائعة جدا جدا. السبكي فيه صلابة. اه في نفس الوقت طبعا من الكواتشات اللي بيعملوها الشيكي فيو نيكس بتحب تعمل الكواتشات جميلة جدا جدا. بتعيش فترة اطول. يعني مش بتقطع بكل سهولة. واحد حاجة في العجلة طبعا معمولة في الطرق الامامية قدامنا هي. طبعا السرة مصنوعة من حديد. طبعا اقول لكم كل حاجة اشي طبعا فيه. والفرق طبعا من حديد. طبعا ده شكل طبعا الكواتش الخارجي اللي هو برضو مشيكي فيو نيكس. ده شكل طبعا الفورك باللوك طبعا. طبعا جميل للعجلة ده من اروع الاشكالات موجودة طبعا. واحد حاجة طبعا السلك الغيرات جاية في داخل الفرين طبعا من المصورة الاسفلية. اه وده طاقم الظروف طبعا طاع البو نيكس والرقبة بتاعته طويلة سنة شوية عشان ايه تبقى مرفوع شوية. طبعا ان عالفين طاقم الظروف وما فيها الوسيات. منع اي رواسط مية تيجي الوسيات تعمل الضر اللي بلي. وطبعا عرفتنا طبعا وده رقم او الاسم العجلة. طبعا بو نيكسي طبعا تسعة عشرين خمستاشر. عجلة حديثة طبعا. طبعا عجلة جميلة جدا جدا وسعرها رائع جدا جدا. هتلاقي السعر مكتوب في صندوق الوصف. وفي ناصل الوقت. وكمان بعد اه فيه تخفيض ميتين جنيه. طبعا كليكليز عند الكرسي طبعا بيناه طبعا. وطبعا احنا مميزات العجلة دي جميلة جدا جدا. بتنفع للاجسام الطويلة. واحد حاجة اللحام الفريم. نشوف اللحام بتاع جودة الدراجة دي بقى. اللحام جاي جدا جدا جدا. زي شكريت بو نيكسي طبعا اه اللي معرفان بكل جديد وكل حاجة عندها. طبعا عندنا الترسي البدال الامامي طبعا الكافة طبعا من الالمونيا. اه طبعا القلب طبعا مربع. اه طبعا اه طبعا البدال فيه تلت ترسي الاولان اتنين وخمسين سنة. التاني اتنين واربعين. التالت اتنين وثلاثين. طبعا اه طبعا برضو ودي الجشمة الامامية. شماله برضو في نفس الوقت. جودة العجل دي او الشركة دي بتحب تعمل الجودة عشرة عشرة. وطبعا شكل فريم باين هو طبعا الجودة جميلة جدا جدا. وطبعا نظام الجشمة الخلفية طبعا احنا عارفين طبعا برضو من من اروع الجشمات الجميلة جدا جدا. واحد الحاجة طبعا فقطع الجزئية اللي هي الالمونيا اللي باينة النيكل دي ميزة النهاية بتعمل حمال الفريم. يعني لو كان بيطلعه العجل لجيم الفريم ده بيعمل ضرر للفريم لو الالمونيا. طبعا لو حصت اي صدبا اه حاجة هي اللي بتتكسر فقط لغير. السيستيم طبعا الخلفي اللي هو التروس الخلفية. اه سبعة زبيت طبعا الشكل ورائع جدا جدا من شكل شمانه. وبردو الصوانة برضو من شكل شمانه. وطبعا ده الفرامي الدسك الخلفية اللي باينة ناحية التانية. وطبعا هعرفين ان السرة السرة مصنوعة من حديد. السلك في صلابة. السلك التطورات دي كمان بتاعة العجل الحديث ده بالزاد. وطبعا اه اللي باينة برضو ااكد عند الحتة دي برضو عند الحتة القطع دي بالزاد بتعمل حماية جيدة جدا جدا بالفريم. طبعا اه ودي طبعا بير كمان لو انت عايز تجيب حمالة لها الحمالة برضو الالمونيا بتركبه كل سهولة معمول مواصفات العجلة كل حاجة اللي عايز يعملها. طبعا نظام ده اللوك في تيش الكورسي. تيش بتاع الكورسي. واتيش طبعا مصنوع من الالمونيا. كل اجزاء العجلة دي طبعا الالمونيا. حتى الكورسي من نوعا بتربط نظام صواميل. مش نظام لانكات. بقول لكم كل جديد عشان انتوا بعرفين كل جديد في العجلة ايه. طبعا احنا لفهنا ناحية تانية عشان نشوف شكل العجلة وجمال العجلة عامل معنا ايه طبعا دي من الالوانات الجميلة جدا جدا. وفيه طبعا الوانات اروع من كده برضو. طبعا احنا اددوا منظر العجلة من العجل الممتاز جدا جدا مقاس 29. طبعا دي بتلفع للاجسام الطويلة طبعا بيحبوها. وفي نفس الوقت عجلة مريحة جدا جدا. وبتلفع برضو في نفس الوقت للاجسام القصيرة. لان ان انت بتتحكم في ارتفاع الكورسي بطول بتاعك بالكورسي ان ميستر عجل ده جايب نزام ميل لتحت كده عشرة عشرة واتمنى اتعجبكم وشوفوا سير العجلة في الوصف وهتعجبكم بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله من تسطيح درجة هار